بداية معاك سي جمال الطوير فمشكون يقول أنه ليصار في مصر البارح واليوم والليامات هذه الأخيرة هو في الحقيقة محاكمة بين ظفرين للحكام الجدد ليوصلوا للسلطة بعد الثورات العربية وانتوما في التكتل مثلا يوم من الحكام الجدد هل تعتبر كونه هذه فعلا رسالة للحكام الجدد؟ شكرا أولا على الاستضافة أن رأي أن المصار في مصر والمصار في تونس مصاران مختلفان وفي بعض الأحيان المقارنة لا تجوز معوش نفس المصار يعني بالنسبة للقاعد يسير في مصر وأنا كنت نستمع للبيان العسكري اللي يقول أنه يعني الجيش المصري وقيادة الجيش المصري تمهل الرئيس مرسي يعني هنا كأنه الجيش خذا موقف أنه جاء إلى جانب المتظاهرين في ساحة التحرير ضد بين ظفرين يعني القيادة الشرعية يعني يقول تمهل الجميع 48 ساعة تمهل الجميع لا تمهل المرسي خاصة الرئيس مرسي أي هنا يعني أنا نقول كبداية متاع بناها ديمقراطية لأنه طواحنا بعد الربيع العربي يقعدين نشوف التفاعل يعني وحتى حد من ينجم يتصور في الأخر بيقول كيش مش تكون الصورة لكن من خلال اللي قاعد يصير يقول بداية ماش طيبة في مصر أنه يعني الجيش يأخذ مباشرة موقف ضد يعني مؤسسة اللي انتخبها الشعب لأنه مؤسسة الرئاسة في مصر هو انتخبها الشعب وبالتالي حتى لو كان الجيش مش يأخذ موقف هذه لو كان ميكونوش محايد يأخذ موقف يأخذ لحماية الشرعية وحماية مؤسسة الرئاسة الجمهورية لكن مع الدعوة إلى يعني يعني الحزب حزب الإخوان المسلمين اللي يتزعم مؤمورسي وهو رئيس الجمهورية بموجبو يعني هنا يزموا يراجع يعني تصرفوا يراجع أداءوا للحكم داخل مصر